قال لإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها قسرية قهرية فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات التي تحمل الأمطار تحمل بحارا من الماء في السماء في جو السماء ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ملائكة تحركها ولن صدع عن الحب أنواع النبات ولاتطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات هان الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح له السماوات السبع من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والإمام بن القيم أحيانا يأتي بسجه طيب ويظهر أنه غير متكلف يجري على لسانه رحمه الله